السلام لبناء ان شاء الله تكونوا لاباس يا ربي اليوم جيتكم بصفة الطاكوس خبز التورتيلة خدمته صنع منزلي خدمته في الدار هذا الخبز ليس كما هذك اللي جيته على البره يجيكم تكلوه يقعد يطوت في فمكم هذا الخبز كما تقصيه يتقسم معكم ويقوم بسهولة وش حطيت المقادر وش فيه وش ما فيه فيه ربع كيسان تاع الفارينة كما كما الكاس اللي درته انا هذا يا درت كاس كبير خطر كنا رايحين للبحر وصوح حبيت نديرها كاكا كونتيتي تكون ملاحق حطيت قلت لكم ربع كيسان تاع الفارينة مع مغرف صغيرة تعمل وثلاثة مغارف كبار تزديد انتوما ديروا الكيل اللي حبيتوه انتوما هنا نحط كل شمع بعضهم بعدها نخلط نحط مغرف صغيرة تاع خميرة الخبز ونحط معها مغرف كبيرة تاع السكر ومغرف صغيرة تاع خميرة الحلويات حتى نحط كاس هداية لحليب دافي ونسر لا يلمج كم العجينة كم العجينة ونحط كم العجينة لحليب ونحط كم العجينة تكون اللي تريخ لها تقعدوا تلموا فا حتى تتلموا معاكم كم العجينة كانت اسهل حاجة قدر اذهب نشريه في ساعة ونحط ونحط لن تقديم كم العجينة ونحط كم العجينة كم العجينة لا تقديم نحط نحط حتى نحط يجب ونحط نحط 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 ونحط ونحط نحط ثم نحط خمسة دقائق لا تعدها كما تخرجوها انتم ما تعجنوها منه تتلموها تقول العجينة كما الحلوة شوفوا كيف تريدكم لي سخلها شوفوا كيفما هنا ينقصهم نقصهم دوائر كما نجدني 15 كعبة 15 كعبة كبيرة بطبيعة الحلوة تقصهم كصغر سوف يخرجو لكم أكثر واني الكستيغي اللي درتو كبير نقصهم دوائر دوائر صغر عيني ميزاني نحتم بالميزان نعجنهم كمليح نجد نخليهم يطلوا نحطهم في بلاء بلاء ترشوه بالفارينة وتخليهم حتى يطلوا نحطهم نحطهم في الليل وجدت كل شيء في الليل ديت معا دينا معنا في يدنا شاورمة نحطهم نحطهم في الليل غير في الصباح غير كما وجدت بعد طيبت دجاج دينجس حطيت لهم الفرماج البطاطا والدجاج حطيتهم يتحمروا قليلا يتحمروا القرماج كوسبو هذه الوصفة ليست الوصفة الاصلية تاكوس خالفت كل مقادير وكل انواع تاكوس هنا كما قلت لكم هذه طريقة تاكوس تاكوس ندرها وقلت لا نجربها ماذا معكم هنا در الدجاج قصيت وطروفة وطروفة حبيت نشارك معاكم في الليل وشدرت قبل أن نذهب البحر تاكوس قصيت معاكم تاكوس وطروفة ونديجاج شاركت معاكم التاكوس قبل شاركت معاكم بطريقة وشوه شاركت شريط الخبز تاكوس المرة هذه انا التي طيبته في التوابل لا نضع الموتار الدنيا ولا نضع يورتناتر لا يوجد أي دار ستجد الموتار ولا يورتناتر هنا نستخدم بحواية اقتصادية وحواية كائنا في كل دار لا تجد في الدار ملح كركم وزنجبيل وعراس الحانود وخلطتهم مع بعضهم وحطيت هنا مغرفة كبيرة زيت وحطيت معامل الحليب الحليب مغرفة كبيرة مغرفة كبيرة مغرفة كبيرة ليس مثل مغرفة كبيرة هريسة يمسج حافظة المغرفة لا مغرفة كبيرة المغرفة كبيرة لاحب مغرفة كبيرة وضعت عصرة تقارس وضعت الراحة تجاج وضعت الحليب وضعتهم بسرعة وضعتهم في الفرجدار وضعتهم كاملة في التبال وضعت العجين وضعت العجين وضعت العجين وضعت الحليب وضعت العجين وضعت العجين تقريباً يجب أن ترى تراكم تستعين بالفارينة وضعتها 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 في المراة وضعتها في المراة وضعتها في المراة كما نقول نحن نجد المراة وصباً وصباً فارينة في المراة وثيراً لا يعطينا وضعتها وصباً فارينة وصباً ولكن ثانياً كنت تقريباً سأتكسرها كما قلت لا تقريباً اقعدوا معها هو من الاحسن يعني تحلوا كامل العجيناتكم وتضعها في بلاء وبعدها تبدوض طيبه انا يدرت معاكم هذه الكعبات صورتهم معاكم والكعبات الاخرى انحلتهم كاملين مع بعضهم حطيتهم في البلاء وحطيتهم في المراء وقعدت انطيب فيهم بعقدي اصلا هم يطيبوا في ساق كما قلت لكم فارينة الفارينة لا تطيبوا في ساق كما تقصها النار بعدها طابت الفارينة وزيد رجيجة ياسر يعني حالي طهر رجيجة ياسر يعني تمتم رحة طيب سوف تعمل لكم هذه الباب سوف تنفخها سوف تعمل لها وفضتها سوف تنفخها من الباب لها سوف نقوم بفاعها من ومن تمتم بعدها طيب هناك ساق كما طيب بعدها اضافها سوف تضيفها ونقوم بكي ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها لها رجل ونقوم بها وهو كما تحبو ترجع كما كانت ها ها جينا ولا اروع اروع ما جربت انا هي مقدبش عليكم انا نجرب الحوايجة نخلط حكا نحط هديكة 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 صلحة نعتمدها ها طيب يبارك خمس عشر كعبة خمس عشر كعبة جتني الكعبة الله يبارك دمت نقد كبيرة اخلاها ها شوف يعني من اروع ما جربت الوصفة هديكة مثل من نوسي تجربوها كامل وعبالي كما تجربوها بعد تصلح لكم من اول مرة الطريقة الاستحفاظ يعني باينة حطاها في ساشي حطاها في الكنجلاتور كما تحبي تستعملها تجبدها هديكة ان شاء الله تعجبكم الوصفة ونشوفكم مع وصفة واحدة اخرى ومع السلامة